أكاديمية الكفيل الإسعاف والتدريب الطبي تواصل تنظيم الدورات المتخصصة للمقاتلين في الحجر الشعبي والقوات الأمنية وتقديم خبراتها في مجال الإسعافات بما يسهم في تقليل الخسائر والإصابات في سوح القتال إلى جانب الحاجة إلى التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ أكاديمية كفيل الإسعاف تدريب مستمرة بتقديم دوراتها الخاصة بالإسعاف الحربي برنامج عناية تكتيكية بالإصابات القتالية هذا البرنامج يقتص بتدريب المقاتلين من كافة فصائل الحجر الشعبي وكافة صنوف القوات الأمنية على أهم المهارات التي تتساعم في إنقاذ المصاب والحفاظ على حياة المصابين في المعارك من ضمنها حالات النسف الشديد، إصابات الصدر ومجرى الهواء هذا البرنامج اعتمادية دولية من أكاديمية الأمن الأوروبية يستمر لمدة ستة أيام بواقع عشر ساعات تدريبية باليوم دورة متخصصة اشترك فيها ما يقرب من عشرين مقاتلا تضمنت برنامج العناية التكتيكية بالإصابات القتالية ألقاها مدربون مختصون وشملتها الجانبين النظر والتطبيق مما يتيح على المشتركين التعامل مع الحالات التي تصادفهم بدقة وحرفية نشكر أكاديمية الكافية للإصعافات والتدريب الطبية على العمل الذي قامت هذه الدورات المهمة جدا في حياتنا اليومية أنها تقتصر الإختصارين هذه الدورة تهمنا بالمدني والحرب وهي مختصرة بالكلمات تي سي 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 العنات التكتيكية للإصابات نستخدمها بالأيام المدنية تستخدمها في حال إذا كان واحد أصاب بالطريقة أو ما كانها بالأمور المدنية أما بالمدنية الحربية في أي أساسية المقاتل كما هو مقاتل لازم يتطور بحالات الإصعافات الأولية من أجل إصعاف الجند تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي أقامتها أكاديمية الكافيل للإصعاف والتدريب الطبي للمقاتلين من القوات الأمنية والحج الشعبي منذ تأسيسها لكونها معتمدة في مجال التدريب من أكاديمية الأمن الأوروبي